وكان لي مباراة الاهلي وحرس الحدود مباراة كانت في غاية الهمية بالنسبة للفريقين نبدأ بحرس الحدود صاحب الملعب لانه تعادل او هزيمة حرس الحدود معناه الهبوط رسميا الى القسم التاني لان رصيده بتوقف عند 20 نقطة وخلاص هيبقى فاضله 3 مباريات اقصى حاجة يوصلها يبقى 29 نقطة واللي في المركز 16 غزل المحلة واسوان وطلع الجيش ب32 نقطة اول الهبطير رسميا هو فريق حرس الحدود هرد لك ان شاء الله يعود من جديد للدوري الممتاز ده بالنسبة للحدود بالنسبة للنادي الاهلي انا قلت الحقيقة انه دائما وابدا اول مباراة بعد التتويج بقى طولة بتبقى اصعب مباراة ده دائما وابدا والممر الشرفي وقصة وحدوتة بيبقى فيها كده ايه نوع من انواع الاطمئنان الزيادة الفرحة الزيادة وهكذا يعني قلتلكوا انه كولر 48 ساعة مركز جدا مع اللعيبة عشان ما يدخلوش في الجو ده خليكوا يعني امشوا صح هو كاتبلهم كده خمس مباراة خمستاشر نقطة فحيشتب النهارده تلات نقطة هيكتبلهم اربع مباراة اتناشر نقطة ولما يفوزهم جايشات بتاني وهكذا يعني دائما كلاموا معهم كده ممكن يكون مش مكتوبة في يعني في غرفة الملابس لكن دائما بيقولها هتمسح ده هتمسح ده هتمسح ده لحد ما تتوج باللقب لانه معنى فوز الاهلي النهارده انه يصل للصدارة او يصعد للصدارة من جديد بفرق نقطة عن بيرامدز مطارده المباشر ويتبقى له خمس مبارريات كده النادي الاهلي خد خطوة مهمة جدا